مشاهدين الكرام اجددوا لحضراتكم التحية ونحن نحتفل بهذا اليوم العظيم اللي القرآن سماه يوم الفرقان اللي كان فيه غزوة بدر اللي كانت 17 رمضان سنة 2 هجرين شفنا قبل الفاصل الصحابة 314 86 من المهاجرين والباقي من الانصار يعني بصراحة قالوا لسيدنا النبي احنا موافقين و احنا معاك يا رسول الله و احنا عمرنا ما نتخلف عنك و شفنا كلام عظيم قوي قالوا المقداد و ده من المهاجرين و قالوا سعد ابن معاذ و ده سيد الانصار طب النبي بقى على اخته و النبي قال لهم ايه طب يلا ابشره و سيره على بركة الله و ان شاء الله ربنا حيكرمنا و ينصرنا الجيش ده 314 هيقطعوا مصطفى كبيرة فوق الميت كيلو يعني طيب هيقطعوها ازاي يعني هم معاهم سبعين جمل و فرسين بس كده طب تفتكروا النبي هيركب ايه مفروض بقى ده النبي ده القائد ده يعني النبي يركب فرس لوحده ده قال له واجب يعني قال لا نحن هنتبادل هنقسم الجمال كده كل مجموعة يبدلوا على جمل فجي النبي عليه الصلاة والسلام دخل في القرعة دي فبقى هو الله ما صلي عليه وسيدنا علي بن ابي طالب ومرثد ابن ابي مرثد الغنوي واحد من الصحابة هيتعاقبوا التلاتة على جمل يا ازاي اتنين يركبوا واحد يسحب فبدأ مرثد سحب يتفقوا بمسافة معينة مثلا اتنين كيلو خمسة كيلو هو يسحب وهم الاتنين يركبين خلص مرثد ركب هو نزل سيدنا علي بن ابي طالب سحب الجمل ومش خلص علي المسافة بتاعته تفتكروا النبي هينزل يسحب الجمل طب بلاش هو هينزل سيدنا علي وسيدنا مرثد هيسمحوا ان هم يركبوا الجمل والنبي يسحب لهم يعني لو انت مكانهم هتعمل كده ابدا طبعا لا ففعلا دل حصل علي ومرثد بصوا البعض كده واتفقوا مع بعض خلاص قالوا يا رسول الله تنازلنا عن حصتنا لك احنا مش عايزينك تسحب لنا الجمل احنا متنازلين ايش دا حقنا احنا متنازلين النبي قال طب شكرا شكريين جزاكم الله خيرا اهو دا الادب اه مطربيين فعلا النبي قال لهم ما انتما باقوى على المشي مني برقم واحد لا 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 انا اقدر امش اكتر منكم ما انتما باقوى على المشي مني النقطة التانية بقى والجميلة قوي بيقول وما انتما وما انا باغنى عن الاجر منكم انا محتاج اجر ان انا باساحب جمل في سبيل الله هو دا سبنا النبي عليه الصلاة والسلام وما انا باغنى عن الاجر منكم اوعى تفرط في اي حسنة شفت النبي علاقته بالصحابة الله كأنه واحد منهم ابا انه يركب فرس لوحده قال لا 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 انا زيكم انا اركب جمل زيكم وانا برضه هسحب جمل زيكم يا الله يا الله على روائع الامام يا الله على الايثار الايثار اللي بنتعلمه يا الله على الاخلاق العالية اللي بنتعلمها من سيدنا النبي كانوا مشيخنا يقولولنا اذا كنت امامي فكن امامي هو طالما انت الامام دي بقى قدوة قدامنا